ريتشد راتكليف في نهاية أسبوع الثالث وهو مضرب عن الطعام أمام مقر الخارجية البريطانية للضغط على الحكومة للإفراج عن زوجته نازانين البريطانية من أصل إيراني محتجزة في إيران منذ عام 2016 يعتبر ريتشد راتكليف أن زوجته نازانين وجدت نفسها رهينة صراع بين لندن وطهران بسبب دين قديم ترفض الحكومة البريطانية تسويته منذ الإطاحة بشاه إيران قبل 42 عاما وزير الدفاع البريطاني بن ويلس أقر سابقا سعي الحكومة بكل جدية لسداد الديون التاريخية إلى طهران بسبب عدم تسليم صفقة دبابات من طراز تشيفتن طلبت حكومة الشاه الأسبق شراءها بـ 400 مليون جنيه إسراني قبل الإطاحة بها ومن الممكن أن يساعد تسديد هذا الدين إطلاق صراح نازانين والرعاية البريطانيين المعتقلين الآخرين من مزدوج الجنسية في إيران لا توجد فرصة لعودة نازانين إلا إذا قامت بريطانيا بتسوية ديونها هذا كان واضحا قبل خمس سنوات ولا يزال الأمر واضحا اليوم اعتصام ريتشد أمام مقر الخارجية بأمعاء خاوية منذ ثلاثة أسابيع يثير قلق أحبته ومتابعيه الذين يتوافدون لدعمه في حملة الضغط على الحكومة لإطلاق صراح زوجته بوريس جونسون وعد بعمل كل ما في وسعه لإطلاق صراح نازانين والمحتجزين البريطانيين الأبرياء الآخرين في إيران ولم يفعل ذلك فهو فشل في الوفاء بوعده وعليه أن يفعل ذلك اليوم يقضي ريتشد راتكليف الليالي خارج وزارة الخارجية في خيمة لتسليط الضوء على قضية زوجته بينما ينتظر الخارجية البريطانية التي تعاقب علي خمسة وزراء منهم بوريس جونسون لتأمين حرية نازانين كلما اجتمعوا مع المسؤولين الإيرانيين مستفى زارو العربية لندن